بعد ابتداء داود بالحق في أرشليم يمنح يهوه جيشه انتصارات كثيرة على أعدائهم فقد وعده يهوه بإعطاء أرض كنعان للإسرائيليين والآن بمساعدة يهوه تصير لهم أخيراً كل الأرض التي وعدوا بها داود هو حاكم صالح وهو يحب يهوه ولذلك فإن أحد الأمور الأولى التي يفعلها بعد احتلال أرشليم هو الإتيان بتابوت عهد يهوه إلى هنا وهو يريد أن يبني هيكلاً يضعه فيه عندما يتقدم داود في السن يرتكب خطأاً رديئاً فداود يعرف أنه من الخطأ أخذ شيء هو لشخص آخر ولكن ذات مساء عندما يكون على سطح قصره ينظر إلى أسفل فيرى امرأة جميلة جداً اسمها بتشبع وزوجها هو أحد جنوده ويدعى أوريا يريد داود بتشبع كثيراً حتى أنه يأمر بإحضارها إلى قصره أما زوجها فهو يحارب بعيداً فيضجع داود معها وتجد فيما بعد أنها ستلت طفلاً فيقلق داود كثيراً ويرسل رسالة إلى يؤاب رئيس جيشه ليجعل أوريا في وجه المعركة حيث يقتل وعندما يموت أوريا يتزوج داود بتشبع يغضب يهو جداً على داود ولذلك يرسل خادمه ناثان لإخباره عن خطاياه ويمكنكم أن تروا ناثان هنا يكلم داود فتأسف داود كثيراً على ما فعله ولذلك لا يميته يهو لكن يهو يقول لأنك فعلت هذه الأمور الرديئة ستواجه الكثير من المشاكل في بيتك ويا للمشاكل التي يواجهها داود أولاً يموت ابن بتشبع ثم ينفرد أمنون الابن البكر لداود باخته ثمار ويجبرها على الاضجاع معه فيختاز أبشلوم ابن داود من ذلك حتى أنه يقتل أمنون وفيما بعد ينال أبشلوم استحسان كثيرين من الناس وينصب نفسه ملكاً وأخيراً يربح داود الحرب ضد أبشلوم الذي يقتل نعم يواجه داود الكثير من المشاكل وفي غضون ذلك كله تلت بتشبع ابن دعيا سليمان وعندما يشيخ داود ويمرض يحاول ابنه أدونيا أن ينصب نفسه ملكاً وعند ذلك يطلب داود إلى كاهن يدعى صادوق أن يصب الدهن على رأس سليمان ليظهر أن سليمان سيكون ملكاً وبعد ذلك بوقت قصير يموت داود وهو في السبعين من العمر لقد حكم أربعين سنة أما الآن فسليمان هو ملك هنا قال لي الشيخ ياسين لقد آمن المسيحيون الأولون بأن الكتابات اليهودية تنبأت بقدوم المسيح من نسل داود في إنجيل متة ولوقة هناك تتبع لنسل المسيح مما يحقق هذه النبوءة وشبها داود بالمسيح لسيما عندما غلب داود جليات اللي هو عندنا في الإسلام جالوت ترمز إلى انتصار المسيح على الشيطان عندما علق على الصليل تحتفل الكنيسة الكاثولوكية بصوم داود في 29 من شهر ديسمبر وكانت بتشبع لها حب خاص عند داود فأحب ابنه سليمان ابنها فوق كل أولاده الكبار حتى أن ابنه أبشلوم الثالث من أولاده قاد حربا شرسة وطويلة ضد داود أبيه انتهت بمقتله بسبب ذلك ومع ذلك حلف الملك لبيتشبع وقال حي هو الرب الذي قد فدى نفسي من كل ديقة إنه كلما حلفت لك بالرب إله إسرائيل قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي عوضا عني كذلك أفعل هذا اليوم وبالفعل رسمه الملك داود ملكا على إسرائيل وهو ما زال حيا حتى يضمن ملك ابنه سليمان وقال لشعبه قولوا لا يحيى الملك سليمان ورد في سفر الملوك الأول أن داود عندما كبر في السن لم يعد باستطاعته الشعور بالدفن فعرض عليه مستشاريه تزويجه من فتاة صغيرة وجميلة لعلها تدفئ داود في شيخوخته ووجدوا فتاة اسمها أبيشج الشونمية لتقوم بهذا الغرض تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة